كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية معلومات سرية حصل عليها تظهر تفاصيل تورط النظام الإيراني في الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية منتصف سبتمبر الماضي حسب المجلس فإن مقر العملية كان قاعدة أوميديا الجوية الواقعة قرب الأهواز في محافظة خوزستان وقال المجلس إن الهجوم نفذ من قبل الوحدة الصاروخية ووحدة الطائرات المسيرة واستخدمت فيه صواريخ من نوع كروز مسمات يا علي وهي مصنعة في مشروع رقم أربعة ضمن مجمع بارتشين وهي منطقة عسكرية واسعة تقع جنوب شرقي طهران وكشف مجلس المقاومة الإيرانية أيضا عن تسعة أماكن سرية لإنتاج الصواريخ وتخزينها لكن أهم ما أكده المجلس هو أن الهجوم على أرامكو تم بقرار وإشراف من القيادات العلية في إيران وقال إن تعيين قائد العملية جاء من قبل المرشد الأعلى علي خامني وقد تمت الموافقة على اقتراح هذه العملية في اجتماع حضره الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ضريف إلى جانب كبار قادة الحرس الثوري وأضاف المتحدث في المؤتمر أن الخطوات المفصلة لخطة الهجوم تم طرحها للنقاش أمام المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يعتبر أعلى جهاز لاتخاذ القرارات السياسية والأمنية وذلك في الـ 31 من يوليو الماضي ترجمة نانسي قنقر